اشتركوا في القناة والايباد عن طريق الويرلس يعني مو بلازم تشبك يوس بي ولا اي شي اللهم ان البرنامج يحصل الايباد حقك ويسوي اكسس مع الشاشة حق اللابتوب طبعا راح نشرح كيف نسويها بالكامل اول شي تسويه انك تحمل البرنامج من الاب ستور طبعا قيمة البرنامج 10 دولار وصراحة يستاهل البرنامج بعد ما تحمل على جهازك وتشتريه على الايباد تروح بالرابط التالي وتحمل البرنامج هذا هذا البرنامج اول ما تنزل جهازك عملية تثبيت بيطلع لك next 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 ثم بيطلب منك عدد تشغيل اذا عدد تشغيل جهازك راح تشاهد هذه الايقونة فوق عندك في الجهاز هذه اللي تشغلك وظيفة الربط بين الايباد والحاسب الشخصي اول شي تسوي انك تسوي لها on من هنا اذا سويت لها on من هنا تروح للايباد حقك طبعا راح نشرحها بالفيديو من خلال الايباد اذا راحنا الايباد حقك تفتح البرنامج اذا فتحت البرنامج على طول راح يطلع لك الايباد هنا اذا طلع الايباد هنا تضغط على الايباد راح تتغير الشاشة زي كده بيسوي flash بتطلع الشاشة الاخرى على الايباد حقك والمميز في البرنامج ايضا انك تقدر تعرض الشاشة بشكل طولي وبشكل عرضي يلا خلونا ننتقل للفيديو وشوفه بشكل حي من الايباد الحين راح نتوجه الى الايباد طبعا زي ما شرحنا قبل نروح للحاسب قبل نروح للحاسب ندخل على البرنامج بتطلع لنا هذه الشاشة نختار الايباد من الحاسب راح تسوي flash الشاشة هذه هي الشاشة الثانية اللي تقدر تستفيد منها من خلال الايباد وتصير خاصة بحاسبك اللي علينا نسويه نسحب الشاشة كده من الجانب اليمي راح تطلع لنا شاشة الايباد طبعا انا من استخدمت هذا البرنامج صرت اتابع تويتر من الايباد بهذه الطريقة اكون مشغل الايباد على جنب واللابتوب يعني جنبه وشوفه التحديثات بشكل فوري طبعا اذا حطيت اصبعك راح تتحكم بمؤشر الفارة اتمنى يكون البرنامج مفيد زي ما هو افادني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة